نوضح نقطة مهمة جدا لأن المباراة دي فعلا مباراة حاسمة جدا احنا بنتمنى يكون القتال على أرض الملعب ولكن عندنا زميلنا ومرسلنا في المغرب محمد توفيق ولقاء مهم جدا مع سيادة سفير جمهورية مصر العربية في المغرب السفير ياسر أسمند نطلع نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم مشاهدين الكرام ومشاهدين قناتنا دي الأهل في كل مكان وقبل مباراة الأهل والرجاء في إياه بدور التمانية لدور أبطال أفريقيا سعدني يكون معنا سفير مصر بالمملكة المغربية معالي السفير ياسر أسمن معالي السفير أفريقيا في البداية ورحبا حضرتك وبنوجه لك الشكر على كل المجودات اللي بازلتها في آخر فترة خلال تواجب بس تنادي الأهلية في المغرب أهلا بيكو شرفت المغرب وده شكر على واجبنا وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يكون ماتش وموفق إن شاء الله لجنة الأهل أنا حالك بقى قبل الماتش إن شاء الله المباراة غدا بإذن الله يعني أهم الترتيبات والإسعادات اللي قامت بها الصفارة المصرية هنا لمباراة الأهل والرغم يعني هو طبعا تم التركيز على الجانب الأمني تم الطلب من السلطات المغربية بزيادة الأمن خلال الماتش والتأمين البعثة بشكل إضافي وتم الاستجابة لكل هذه الطلبات وبالتالي هناك تعاون كامل من الجانب المغربي لضمان أمن البعثة وإن شاء الله يكون الماتش متحضر وحضري بإذن الله الاستاذ من المتقع أن يكون يمتلي عن آخره طبعا بالمشاجعين المغربة ولكن طبعا إحنا عندنا إن شاء الله جالية مصرية كبيرة هنا وإحنا شجعنا الجالية أنها تحتر وإن شاء الله هيبقى فيه بحضور الجالية طبعا مش هيكون بحضور طبعا الجامير المغربية ولكن حيكون فيه حضور ملحوظ للجالية إن شاء الله الأهل بيلعف بلده الثاني وبالتالي إن شاء الله الماتش هيخرج بأحسن صورة ونتمنى كل التوفير للأهل إن شاء الله بإذن الله طبعا ده كان لقاء سيادة السفير اللي بنشكره طبعا على الدور اللي بيقوم به مع النادي الآلي من الاستقبال في المطار حتى زيارة بعثة الفريق وتدريب الفريق وبيؤكد على إن الحالة الأمنية حالة مستقرة جدا وده اللي بنرجوه بنأمله وده اللي احنا واسقين فيه احنا بنلعب فعلا في بلدنا التانية المغرب بنلعب وسط أشقاءنا إن شاء الله هنتمنى الفوز للنادي الآلي ولعبة النادي الآلي هتقاتل على أرض الملعب من أجل الفوز ولكن في النهاية هنقول هارد لك للخاسر وهنقول مبروك للفايز وإن شاء الله يكون مبروك دي للنادي الآلي ويكمل مسيره عشان حقق بإذنك يا رب الحداشر والثالثة على التوالي لأن ده تاريخ بالتأكيد لم يصبق النادي الآلي إليه أي فريق حتى النادي الآلي ما قدرش يحقق بطولة الثالثة على التوالي فنتمنى هذا الجيل أنه يصنع التاريخ ويحقق البطولة الثالثة على التوالي ويمكن برضو جماهير النادي الآلي أكيد حضرة في هذه المباراة